في سياق الأزمة اللبنانية أيضاً وفي إطار الدعم والتضامن مع الدولة الشقيقة وتنفيذاً لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تم فتح جسر جوي لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية في ظل الأزمة التي تمر بها حالياً وأقلعت طائرة النقل العسكرية الثانية والمحملة بشحنة مساعدات عجلة والتي تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة